المبعوثة الأممية جنين بلاسخار تغادر العراق نهاية الشهر الحالي فيما سيتم إنهاء عمل بعثتها على الأراضي العراقية بعد انتخابات البرلمان في عام 2025 وفقا لطلب الحكومة العراقية عزية ذلك إلى ما وصفته بالاستقرار السياسي والأمني رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني أكد استمرار التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية في ملفات حقوق الإنسان والانتخابات والتنمية يحاول العراق عبر هكذا قرارات أرسال رسالة إلى المجتمع الدولي والأقليمي بأن هناك استقرار كبير على الأرض ولم تعود هناك أي حاجة لمثل هكذا مؤسسات ربما تكون بمثابة الوصاية على البلاد أو أنها تتدخل في خصوصيات إدارة الدولة تحديات كثيرة ما زالت تواجه الواقع العراقي أبرزها تتمثل بالتدخلات الإقليمية والقضايا الداخلية مثل السلاح المنفلت والخلافات السياسية حسب محللين سياسيين وبينما يواصل العراق التأكيد على طلبه فإن الأمم المتحدة لم تعلن ولم تشر إلى قبولها الطلب العراقي أو أنها تعمل على تنفيذه في وقت أيدت فيه الصين وروسيا طلب إنهاء مهام البعثة الأممية في جلسة الإحاطة الأخيرة الخميس الماضي من جانبها أشارت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى أن للبعثة عمل مهم يتعين عليها تأذيته في العراق رغبة حكومة الإطار بمغادرة ينام العراق للتأكيد على أن العراق أفوى بالتزامات للأمم المتحدة لكن هذا الأمر لا تراه ينامي لذلك لم نرى أو نسمع رد من الأمم المتحدة بخصوص مغادرة العراق الجانب الآخر أن الولايات المتحدة متواجدة ومتزامنة مع الوجود الأممي في العراق أطراف أخرى شركاء في العملية السياسية ليس لديهم رغبة بمغادرة الأمم المتحدة كالسنة والأكراد هذا يجعل من الدعوة مجرد طلب لكن باعتقادي لن يكون له أي تنفيذ على أرض الواقع وواجهت بعثة الأمم المتحدة ينامي على مدى عشرين عاما في العراق تحديات ومخاطر كبيرة أبرزها مقتل المبعوث الخاص سيرجيو ديميلو عند اقتحام سيارة ملغمة مقر البعثة في العاصمة بغداد عام 2003 يمر طلب العراق بإنهاء عمل بعثة ينامي على أراضيه بموافقات أممية دولية فينبغي عليه الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأن الأخير طالما هو من أنشأها فهو مسؤول عن تبديد عملها وله حق إلغائها من بغداد سربد القاص الحرة